اشتركوا في القناة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني كما قدم سموه حفظه الله تعزيه وموازاته إلى أصحاب السمو والسعادة ابن الفقيد وإلى أسرة أل الصباح الكرام داعيا سموه العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وإسكنه فسيح جلاته وأن يلهم أسرة أل الصباح الكرام جميل الصبر وحسن العزاء وأن يوفق صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمواصلة مسيرة التنمية والبناء لما فيه خير دولة الكويت وشعبها الشقيق مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعا على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتنسيق المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات استذكر سموه جهود صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح رحمه الله في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتعزيز العمل الخليجي المشترك ومنوها سموه بإسهامات الفقيد وعطائه في تعزيز مسارات التنمية والنهضة بدولة الكويت الشقيقة لافتا إلى اهتمام الفقيد الراحل بدعم وتعزيز العلاقات التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة